أشرف صاحب السموية الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بجماعة المهارزة بإقليمية جديدة على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر لدارية البيضاء الأكبر من نوعها على مستوى القارة الأفريقية عند الانتهاء من إنجازها بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها ب7 مليون شخص ونصف ويندرج هذا المشروع في إطار العناية السامية التي يليها صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله للقضية الاستراتيجية للماء لأسيما في السياق الحالي الذي يتسم بندرة ملحوظة في التساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة ويشكل هذا المشروع جزءا مندمجا في محور تطوير العرض المائي في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2020 والذي يرتقب عن تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم ترجمة نانسي قنقر